ففي نقاط عملية كده بسرعة يعني نقطتين ثلاثة عايزة أشاركهم حاجة مهمة جدا أول حاجة الرابط أتكلمني فيها جرجس ارجع للوعود اللي أنا أتكلمتها على حياتك إيه اللي هعمله في حياتك ما تبصش في الوقت القريب ده إيه اللي أنت بتمر به لكن ابتدي تأمل وفيد اتغزة بإيه الكلمات النبوية اللي أنا أتكلمتها على حياتك وحعملها معاك وكل ما ابتديت أتغزة بالكلمات ده موضوع الحلقة النهاردة تدى الرجاء ينبت جواي والرجاء يقود الإيمان إن أنا بانتفد من الغبار ده وتانتفدي من الغبار يا ابنة صيون عايزين نقوم كده ونفض الغبار اللي علينا غبار أنا بسميه كده الغبار كورونا في اسمي نبتدي نشوف لأ ده ما يلغيش التراب اللي احنا بنمر به ربنا مثلا رحت علي ده أنا مكنش فاكر إن فيه كورونا جاية لما ديت الوعد لسامي إنه هستخدمه بالموضوع دو وأنا حيحصل امتداد في خدمته وفي الكرازة بتاعته الرب ما فاتتش عليه الحاجات دي كان عارف كل الحاجات دي أنا بس محتاج إن أنا أثبت عناي على إيه المفتاح التاني اللي الرب كلمني فيه في الوقت دو دو كده لأنه في ناس أدمنت الأخبار إنها تقعد على طول الأعداد والوفيات وإيه اللي بيحصل في مصر وإيه اللي بيحصل في الأراضي المقدسة اللي بيحصل في سوريا اللي بيحصل في النورسي امريكا وعلى طول نسبع الاحصائيات وكده وده بيجيب معاها غم وقلق وكده انا محتاج ان انا احط نفسي تحت الاخبار الصارة المفرحة مش الاخبار اللي بتحمل في ناس مش واخدة بالها ما فيهاش حاجة انه انا اسمع الاخبار بتقول كده اقول لك لا فيها حاجة لان ورا الاخبار دي ممكن يبقى فيه ارواح بتأثر فيه حمل فيه هم فيه قصة خادم عمري ما حنسى القصة دي ودايما بفكر نفسي بيها خادم اسمه سميس ويجلسورث ده بيسموه رسول الايمان ده كان في الالف تسعمائة وتلاتين واربعين في الوقت دوت والرب كان بيستخدمه فيه تلاتة وعشرين شخص ماتوا من الاسف قاموا من الاموات من خلال خدمة هذا الشخص كان الشفاء شيء طبيعي جدا الرب كان بيستخدمه الكنسر ده كان بالنسبة له زي الدبان كده يهشه على طول ما فيش كمية شفاءات كان غير عادية الرب كان بيستخدمه كان مفتاح اساسي جدا عنده قصة بتوري طريق تفكير هذا الخادم ازاي مرة واحد خادم صغير رايح يزوره وواخد معاه اتفقوا انهم حيقروا الكتاب المقدس مع بعض كل يوم علشان يتلمز هذا الخادم الصغير فمرة كده هذا الخادم واخد كباية الشاي هما كان في انجلند مش بيشربوا قهوة زي نورسا امريكا كثير الشاي معاه فجايب الشاي معاه وجايب تحت باطه كده الجرائد الجورنال كده نيوز نيوز بيبر فبيفتح له الباب سميس وجل سورس عشان يدخل الخادم الصغير وشايفه فيه قال له لو عايز تدخل هنا ارمي الزبالة اللي معاك ديت بيقول له فين الزبالة الجرائد اللي معاك ديت بتوري ازاي قال له انا ما اسمحش الاخبار الزبالة ديت انا عايز احفظ ذهني لفكر الرب ان كل ما هو مصير كل ما هو عادل كل ما هو جليل ففي ذلك افتكره كلمة الرب ما اتغيريتش هيدي عايز ان يبقى عندي رجاء وعايز يبقى عندي ايمان مش معقول ان انا افضل اعرض قدام السوشال بيديا ساعات 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 متواصل واتوقع ان يبقى لما اجي اصلي يا رب اشفيني ويا رب افتح الباب قدامي دي ومش عارف الرب ما بيستجبش ليه لا احنا المحفروض نتلمس الصح فانت بتحط النقطة التانية اللي بشاركها مع اخوتي المشاهدين انه عرض نفسك للاخبار الصرة واقطع الاخبار المزعجة اخر حاجة عايز اشاركها في النقطة دي كمفتاح اساسي جدا لاحظ انت بتقضي وقت الشركة مع مين لو انت هتقضي وقت كتير مع العشر جواسيس اللي دايما افكارهم كده لا ده احنا هنتاكل السلبية والاخبار سمعتوا كده وكل حاجات متعلقة بالعالم هتلاقي نفسك ان انت اتأثرت كده لكن حاول تلاقي شركة مع ناس عندهم الايمان عندهم الاتجاه كده الرجاء اللي مش كاللسان حالهم على طول السلبية وكده لكن عندهم التوقع دور عن ناس زي حتى لو عملة ندرة حتى لو ده معناه انك تقلل تحد الوقت اللي فيه شركة مع الناس السلبية بس قطر الوقت اللي مع الناس اللي تبنيك روحيا لانه احنا بنتأثر بالاجواء سواء اردنا ام لم نرد سواء اردنا 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 اردنا